هذا وقد تبنى مؤتمر كوب 27 قراراً لتنفيذ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ كما ممثلون عن البلدان المتقدمة والنمية بصياغة الاتفاقي بجهد مضن خلال مفاوضة مؤتمر كوب 27 الذي نظمته مصر في مدينة الشرم الشيخ العام الماضي هذا وأعلنت الإمارات وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى عن مساهمات مالية في هذا الإطار